اشتركوا في القناة في انطلاقة سن الحول والزمول في الفترة المسائية من مسافة الثمانية كيلو مترات وفي هذه الانطلاقات القوية 12 شوطا توزعت ما بين الحول والزمول المحليات والمهجنات جوائزنا للفائز بالمركز الاول 150 الف درهم وحتى المركز العاشر يحصل على عشرة الاف درهم فهنيا على هذا الدعم الكبير والوفير ينطلق هذا الشوط من مسافة الثمانية كيلو مترات والخاص ايضا باذلال المحليات الاصائل مباشرة مشاهدين ومتابعين الكرام متابعي قناة ياسر رياضية ومتابعي قناة دوبي ريسنج ناخذ الصدارة الاولى والمقدمة مع جمهرة سعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري يقدم جمهرة على المركز الاول بينما مياسة من تاتي في المركز الثاني ليتقدم هنا محمد بن عبيد بن شعفان العامري يتقدم على ظهر مياسة النقلة مباشرة مع شهد عامر بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا شهد من قدم بينون في الفترة الصباحية وفي الشوط الاول بالفعل ياتي حمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والتدريب بينما نقلة مباشرة الى المركز الرابع وصلت مذيار سالم بن احمد بن دري الفلاحي يقدم مذيار وتغير من المركز الرابع الى المركز الثالث انتقل الى المركز الخامس في هذه اللحظات هذه خطيرة وصل شعار ابو ظفيرة على ظهر خطيرة يتقدم سالم بن عبيد ابو ظفيرة العامري ليقدم هذا الاسم بينما المركز السادس التقدم وصول من نشبة لسعيد بن سلطان بن حمد بن سيف بالاصلي الشامسي يقدم ايضا نشبة تاخذ المركز السابع في هذه اللحظات بينما المركز الثامن اللي وصلت توركومان لعبدالله بن احمد بن علي بن سلطان السبوسي يقدم توركومان تاخذ ايضا مركز متقدم تبحث عن فوز وانتصار بشعار الشيبة بن علي السبوسي ولكن الدخول من الشاينية سلطان بن سعيد بن سالم الينيبي وصل وتدقل ايضا من عمق الميدان ليقدم هذا الاسم غيرت من المركز الثامن وخذت المركز التاسع وايضا غيرت الى المركز السابع بينما الوصول والدخول من بشاير محمد بن مصر بالقوبع المنصوري يتقدم في هذه اللحظات يأتي في المركز التاسع المركز العاشر من القادم هنا الواصل صوغة لمكتوم بسعيد بن منانا بن اغدير اللي اكتبه يوصل ايضا على المركز العاشر هذا هو ندان الاول للعشر المراكز الاولى العشر المراكز المتقدمة عودة الى صدارة عودة الى مقدمة شوط الى المركز الاول رقص الكبار اليبهوني يتقدم اليبهوني يقدم لنا هذا الاسم جمهرة سعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري يتقدم مع جمهرة على المركز الاول طيارة اليبهوني بالفعل تتجول فيها جواء ميدان الوسبة على ظهر جمهرة في المركز الاول ولكن دخول دخول قوي من خلال تواجد عامر بن محمد بن زاهد المنصوري على ظهر شهد بدأت تتقدم وتغير المركز الاول شهد بهذا الشعار الذي سطر الانجازات الذي سطر الرموز الذي سطر السيوب بالفعل يتواجد هنا القادم من ميدان الضفرة بالفعل شعار بو زاهد وبقيادة حمود بن محمد بن سالم الوهيبي يأتي في المركز الاول ليقدم لنا شهد شهد بانجازاتها شهد بانطلاقاتها شهد بفوزها وانتصارها بالفعل تأخذ المركز الاول بينما المركز الثاني هناك الوصول من جمهرة سعيد بن سيل اليبهوني الظاهري يتقدم على ظهر جمهرة بينما هنا منذيار القادمة ليصل الشبل وصل بن دري يتقدم هنا سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي ليقدم ذيار الوصول والدخول من خلال مياسة محمد بن عبيد بن شعفان العامري وصل مع مياسة السلالة الصغانية سلالة التحمل بالفعل تتقدم ايضا وتأخذ المركز الرابع نقل الى المركز الخامس هذه هي خطيرة خطيرة السالم بن عبيد ابو ظفيرة وصلت على المركز الخامس خدت المركز الخامس بتحديات الكبار من طلاقة الكبار يتقدم بو ظفيرة هنا ليهدي السلامات الى هالي الهير ولكن الدخول الوصول من سمحة حمد بن غلام بن موسى لبلوشي وصل لبلوشي يتقدم بهذا الشعار الكبير في تحديات عالم الاصائل في شعار الطيارة بالفعل ولكن الدخول الاخر من صوغة صوغة التي بدأت تصوغ كلمات الناموس مع مكتوم بن سعيد بن منانة بن اغدير الاكتبي اربع كيلو ونص المتبقي مشاهدين الى عزاء متابعين الكرام الوصول من مذيار من الزاوية الاخرى خدت المركز الرابع لسالم بن احمد بن دري الفلاحي هنا المركز الخامس جمهرة تقدم سعيد بن سهيل اليابوني الظاهري وخطيرة تاتي في المركز السادس لسالم بن عبيد بظفيرة العامري بينما مياسة تأخذ المركز الثامن ليتقدم هنا مع مياسة محمد بن عبيد بن شعفان العامري المركز ايضا هنا القادمة في المركز الثامن والمركز التاسع وصول من شعار الشيبة بن علي السبوسي ليقدم تركمان لعبدالله بن احمد بن علي بن سلطان السبوسي الوصول من شعار بالاصلي وصل بالاصلي ليقدم نشبه سعيد بن سلطان بن حمد بن سيب بالاصلي الشامسي ولكن دخول جديد من بشاير محمد بن مصر بالقوبع المنصوري وصل ابو سلطان ليتقدم بهذا الاسم والدخول من الشاهنية انبارك بن الصير بن علي بن دري المنصوري هكذا النتيجة هكذا ندان الثاني مشاهدين العزاء متابعين الكرام عودة الى مقدمة شوط عودة الى الصدارة الاولى شهد على المركز الاول شهد على الصدارة شهد على مقدمة هذا الشوط يقدمها عامر بن محمد بن زايد المنصوري بمتابعة ايضا قوية من احد شبابنا المضمرين احمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم مع شهد في هذا الشوط الاول الفترة المسائية هنا مشاهدين العزاء في سادس ايام انطلاقة جائزة زايد الكبرى بالفعل المركز الثاني الوصول من صوغة لمكتوم بسعيد بن منانة تتقدم صوغة بشكلها الانيقة بادائها الكبير بشعارها الذي دائما يأتي بالمنافسات القوية لتتقدم على المركز الثاني هنا صوغة على ثاني المراكز بينما مذيار وصلت وتقدمت على المركز الثالث لسالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي يأتي الفلاحي مع مذيار هنا جسر العبور هنا جسر العبور وصلت خطيرة تقدمت خطيرة لسالم بن عبيد موظفيرة يقدم خطيرة على المرتبة الرابعة هنا يأتي مع المركز الرابع ولكن تركومان عبدالله بن احمد بن علي السبوسي وصل خذ المركز الخامس بدأت السرعة وبدأ الجد هنا من منطقة جسر العبور نشب قادمة وجمهر أيضا منطلقة لسعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري ولكن مياسة القادمة لمحمد بن عبيد بن شعفان العامري وصل أيضا هنا شعار آخر حمد بن غلام بن موسى البلوشي يتدخل ليأخذ المركز الثامن هنا المركز التاسع هذه هي نشبة لسعيد بن سلطان بن حمد بن سيف الأصلي الشامسي يتقدم على المركز التاسع بينما المركز العاشر من يتر القادم وصل هنا ليقدم بشاير محمد بن مصر بالقوبع المنصوري هذه هي العشر المراكز الأولى المتقدمة في شوط الدلل المحليات الأصائل 150 ألف درهم للفائز بالمركز الأول ماشاء الله وزعفران سمير بالفعل المادة التراثية المرافقة لهذا المهرجان عود إلى شهد شهد على المركز الأول شهد على الصدارة الأولى يتقدم هنا عامر بن محمد بن زايد المنصوري ليقدم شهد في الصدارة في المركز الأول في الانطلاق الأول بينما صوغة تأتي في المركز الثاني مكتوم بالسعيد بن منانا بن اغدير هل اكتبي وصل خطيرة قادمة خطيرة قادمة على المركز الثالث اثنين كيلو مترات يا مشاهدين الكرام يا متابعين الأعزاء عبر قناة ياس الرياضية وقناة دوباي ريسنج وصلت خطيرة وصلت خطيرة لأن وصلنا المنطقة الخطيرة سالم بن عبيد أبو ظفير وصل ليقدم خطيرة على المركز الرابع أو المركز الثالث تركمان تصل عبدالله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي يأتي في المركز الرابع المركز الخامس هذه هي مياسة محمد بن عبيد بن شعفان العامري يقدم مياسة وصلت مياسة 1500 متر 1500 متر بدأ الجد هنا المنعطف الأخير للاتجاه إلى آخر كيلو ولكن شهد 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 على المركز الأول هذه هي شهد وعامر بن محمد بن زايد المنصوري يقدم شهد في الصدارة الأولى في المركز الأول ما شاء الله رقص تلقائي أداة تلقائي أداة تلقائي هنا أيضا وصلنا منطقة الغابات الوثباوية على المركز الأول لنفتتح الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير تحديات الكبار صراع الكبار ما زال مع شهد على المركز الأول تتقدم شهد لعامر بن محمد بن زايد المنصوري بينما صغى في المركز الثاني لمكتوم بن سعيد بن منانا بن غدير هل اكتبه الله يا نشبة وصلت نشبة بالأصل يوصل بالأصل يوصل والسبوسي قادم ما شاء الله تبارك الله يهو رقص ولكن شهد على الصدارة شهد على المركز الأول عامر بن محمد بن زايد المنصوري تركومان تاتي على المركز الثاني عبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي يتقدم على المركز الثاني نشبة سعيد بن سلطان بن عمد بن سيف بالأصل الشامسي وصل الشامسي يتقدم على المركز الثاني الـ 500 متر الأخيرة الأمتال الأخيرة شهد 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 تسير على خطة بينونا في الفترة الصباحية تتقدم شهد في المركز الأول في الصدارة الأولى هذه هي شهد على مقدمة الشوط ولكن تركمان قادم السبوسي قادم السبوسي أهالي ند الشباه وهالي الضفرة متقدمين في هذا الشوط ولكن عامر بن محمد بن زايد المنصوري الميتين متر الأخيرة سلام بوزايد سلام سلام بوزايد سلام على هذا الأداء مشكور يا حمود مشكور على هذا الاندفاع القوي الذي تقدم هنا شهد عامر بن محمد بن زايد المنصوري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني وصلت فيه تركمان اللي في المركز الثاني عبد الله بن أحمد بن علي بالسلطان السبوسي المركز الثالث هناك نشبه سلطان سعيد بن سلطان بن حمد بن سيف الشامسي المركز الرابع بينونا ساري بن بلوش بن براك المزروعي المركز الخامس تحديات خطيرة سالم بن عبيد أبو ظفيرة هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هكذا شهدنا الانطلاق هكذا شهدنا القوة والإثارة عودة إلى التوقيت الزمني حيث شهد هي من فازت لعمر بن محمد بن زايد المنصوري وقطعت مسافة السباق في 12 دقيقة 46 ثانية 9 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس تهانينا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني 12 دقيقة 48 ثانية وثمان أجزاء من الثانية توركومان عبد الله بن أحمد بن علي بل صلطان السبوسي تهانينا للشيب بن علي السبوسي ولراشد بن سالم الهاشمي بينما اللي احتلت المركز الثالث 12 دقيقة 49 ثانية 4 اجزاء من ثانية نشبه لسعيد بن سلطان بن حمد بن سيف بالأصلي الشامسي تهانينة والناموسيا بالأصلي على هذا الفوز والانتصار والتهنية من خليفين لغفيلي بالفعل على فوز نشبه بالمركز الثالث تهانينة والناموس شوطن جديد والخاص بالذلل المهجنات للأسائل ليتواصل الزميل والأستاذ سالم بسعيد بن حضيرم الاكتبين